ينضم إلينا الآن من تونس مرسلنا سيف الدين العامري سيف أهلا بك معنا إذن خلاف على ما يبدو بين سعيد والمشيش الآن إلى أي مدى يمكن أن يصل وتبعات هذا الخلاف نعم داليا في الحقيقة العنوان الأبرز لهذه الوضعية السياسية هي فقدان الانسجام بين رؤوس السلطة وهي ثلاثة البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية طبعا كما ورد في التقرير أن هناك عدم رضا من قبل رئيس الجمهورية على من يريد المشيش تعيينه خاصة كمستشارين مقربين منه في الشؤون المالية توفيق بكار ومنجي صفرة وهما من تحمل مسؤوليات في النظام السابق المدى الذي يمكن أن تصل إليه داليا هو أن الخلاف السياسي سيتعمق نظرا لعدة عوامل لعل أبرزها دخول راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة على الخط أمس في تصريح قال فيه أن المشيشي له الحق الدستوري في هذه التعيينات ما لم تخالف الدستوري بمعنى أنه يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية بالكف بين ظفرين عن التدخل في صلاحيات المشيشي طبعا هناك ردود فعل سياسية كبيرة جدا التصريحات الرئيسة ثارت ضجة كتلة دستورية الحر عبير موسي قالت لا يحق للرئيس التدخل في مجال صلاحيات المشيشي طبعا قلب تونس قال أن هناك نوع من التجريح في بعض الجلات الدولة النهضة كما أقول طبعا كان رجل الغنوشي قال أن هناك نوع من لا دستورية تصريحات الرئيس مما اعتبره طبعا الرأي العام التونسي وخاصة السياسي تقريعا لرئيس الحكومة بمعنى أن هناك مس نوعا ما من صورة رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي عين من قبل رئيس الجمهورية نفسه وبالتالي هناك نوع من التشكيك في تصريحات الرئيس لأنها رغبة الرئيس أو المشيشي هو رغبة الرئيس في قيادة المرحلة القادمة نعم داليا نعم شكرا لك مرسلنا سيف الدين العامري كان معنا من تونس